بسم الله الرحمن الرحيم بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا في الدين برحمتك يا أرحمة الرحيمين حياكم الله إخواني الكرام طلاب السنة الأولى في محاضرة جديدة من محاضرات مادة علم التجويد وإياكم إن شاء الله تعالى تكلمنا في محاضرة سابقة عن أحكام الراء وذكرنا الحالات التي تفخم والحالات التي ترقق فيها الراء والحالات التي يجوز فيها الوجهان وقلنا أن الراء ثمان حالات تفخم فيها وأربع حالات ترقق فيها وحالتان يجوز فيها الوجهان وقلنا أن القاعدة العامة في الترقيق والتفخيم بالنسبة للراء أن الكسر موجب للترقيق وأن الفتح والضماء والضمة موجبان للتفخيم هذه قاعدة عامة وما سواهما يندرج تحت هذه القاعدة واليوم شاء الله تعالى نتكلم عن صفة نكمل في الصفات التي بدأنا الحديث عنها ووصلنا إلى صفتي الإطباق والانفتاح الإطباق والانفتاح الإطباق والانفتاح إخواني الكرام باختصار شديد هو صفة للصوت صفة لانحصار الصوت عند النطق بحروف المطبقة ولا يوجد عندي حروف مطبقة إلا أربعة هي الصاد والضاد والطاء والضاء هذه الحروف صاد ضاد طاء ضاء هذه نسميها حروف مطبقة لماذا؟ لأن الصوت عفيها عندما ننطق بها ينحصر هذا الصوت بين اللسان والحنك الأعلى كما هو موضح بهذه الصورة نلاحظ كيف أن الصوت منحصر الصوت منحصر بين اللسان والحنك الأعلى في هذا الفراغ لذلك نسميها حروف مطبقة حروف مطبقة صفاته صفة الإطباق نلاحظ نقول مثلا هذه صفة الإطباق أربعة حروف فقط هي الحروف المطبقة طيب ما سوى هذه الحروف الأربعة كلها حروف منفتحة لها صفات صفة الإنفتاح لها صفة الإنفتاح والتي لا ينحصر بها الصوت إنما الصوت يجري جريانا طبيعيا من مخرجه نسميها حروف منفتحة إذن جميع الحروف العربية تتصف بالإنفتاح إلا أربع حروف ينحصر فيها الصوت بين الحنك الأعلى وبين اللسان وهي الصاد والطاء صاد والضاد والطاء واللا ينحصر فيها الصوت بين اللسان والحنك الأعلى نلاحظ أيضا هنا مقارنة بين الحرف المنفتح من حيث انحصار الصوت فعندنا حرف فيه صفة الاستعلاء مستعلن ومنفتح لا ينحصر الصوت بالحرف المنفتح بين اللسان والحنك الأعلى نلاحظ على اليمين حرف له صفة الاستفالة والانفتاح مثل الكاف فالصوت لا ينحصر وعند النطق بحرف مستعلن منفتح أيضا لا ينحصر الصوت فالصوت الحرف الذي لا يكون مطبقا يعني جميع الحروف ما عدا الأربعة الصاد والضاد والطاء والضاء ما عداها كلها منفتحة لا ينحصر فيها الصوت حتى لو كان هذا الحرف مستعلن حتى لو كان من حروف الاستعلاء اللي هي خصة ضغط قذ يعني حتى لو كان الحرف مستعلن منفتح فإنه لا ينحصر فيه الصوت مقارنة بين المطبق والمنفتح أي مستعلن ومستفل نلاحظ الضاء حرف مستعلن مطبق من حروف الاستعلاء خصة ضغط قذ ومن حروف الاطباق الضاء القاف حرف مستعلن من حروف خصة ضغط قذ لكنه منفتح ليس من الصاد والضاد والطاء والضاء الصورة التي على يسار شاشة حرف الكاف مستفل ومنفتح لا ينحصر فيها الصوت حروف الاستعلاء اللي هي خصة ضغط قذ سبع حروف منها ما هي مستعلية مطبقة ومنها ما هي مستعلية منفتحة يعني حروف الاستعلاء فيها مطبقة ومنفتحة الحروف المطبقة من حروف الاستعلاء هي الحروف الأربعة صاد ضاد طاء ضاء نلاحظ أنها من حروف خصة ضغط قذ وهي حروف مطبقة فهي تتصف بالاستعلاء وتتصف بالاطباق وباقي الحروف المستعلية هي حروف منفتحة وهي ثلاثة غين خاء قاف فحرف الاستعلاء المطبق أشد تفخيما من حرف الاستعلاء المنفتح نلاحظ إخواني حرف الاستعلاء اللي هي حروف الاستعلاء خصة ضغط قذ ما كان منها مطبقا يعني الحروف الأربعة صاد ضاد ضاء تفخيمه أشد من حروف الاستعلاء الباقية واللي هي الثلاثة الغين والخاء والقاف نلاحظ كلمة ضامر ضا حرف الضاد هو حرف المستعلاء مطبق الحرف المستعلاء المطبق في كلمة ضامر أشد تفخيما من كلمة غالب نلاحظ ضامر غالب ضا غا الضاد أشد تفخيما وكذلك وطور وطور أشد تفخيما من قوله وقوموا نلاحظ وطور وقوموا أيهما أشد تفخيما الطاء لأنها مستعلية حرف مستعل مطبق بينما القاف مستعل مفخ مستعل مستفل مستعل منفتح أما ضامر أيضا الضاد حرف استعلاء مطبق غالب حرف الغين حرف استعلاء منفتح فهذه القاعدة أن حروف الاستعلاء المطبقة هي أشد تفخيما من حروف الاستعلاء المنفتحة وكذلك في قوله سبحانه وتعالى تلك إذن قسمة ضيزة ضي ضيزة وقوله عظيم هي أشد تفخيما من قوله قيل وغيظة وخيفة وخيفة أنه حرف الضاد حرف كما قلنا مستعل ومطبق والضاء كذلك مستعل ومطبق بينما القاف مستعلين منفتح والغين مستعلين منفتح والخاء كذلك الآن انتهينا من هذه الصفة الأطباق والانفتاح وهي تتعلق بانحباس الصوت وجريانه الآن عندنا صفة الصفير صفة الصفير من الصفات التي لا ضد لها الآن انتهت الصفات التي لها ضد تهينا من الصفات التي لا ضد والصفات التي لا ضد لها أولها الصفير الصفير هو حدة في صوت الحرف تنشأ عن مروره في مجرى ضيق وحروفه ثلاثة الصاد والسين والزاي إذن ثلاثة حروف تتصف بالصفير وهي صاد سين زاي ما معنى الصفير قال هو حدة في صوت الحرف تنشأ عن مروره في مجرى ضيق حدة في صوت في صوت الحرف تنشأ هذه الحدة عند مرور هذا الحرف هذا المخرج في مجرى ضيق فننتبه عندما نقول أس أس نلاحظ أن مخرج الحرف متضيق لذلك يخرج صوت الصفير هذه الحروف الثلاثة تتصف بالصفير القلقلة وهي لغة الحركة تقول العرب تقلقلت القدر على النار أي تزت واضطربت وهي في استلاح أهل التجويد هي إخراج الحرف المقلقل حالة سكونه بالتباعد بين طرفي عضو النطق دون أن يصاحبه شائبة حركة من الحركات الثلاث وحروفها خمسة يجمعها قطب جد إذن ما هو تعرف القلقلة إخراج الحرف المقلقل حالة سكونه يعني المقلقل حصرا ليكون ساكن حروف القلقلة التي نحفظها جميعا لا تصح فيها القلقلة إلا إلا حالة السكون طيب يخرج هذا هذا الصوت بالتباعد بين طرفي عضو النطق دون أن يصاحبه ذلك شائبة حركة من الحركات الثلاث التي هي الفتحة والضمة والكسرة أي أن الحرف يبقى ساكنا ولكن بتباعد بين طرفي عضو النطق تخرج هذه القلقلة وحروفه قطب جد وهذه الصورة لباء ساكنة مقلقلة تخرج بتباعد الشفتين دون الفكين نقول أب أب نلاحظ أن الحرف يمسك عند بداية النطق به وعند التباعد تخرج القلقلة عند تباعد الشفتين تخرج القلقلة أب أب دون أن يصاحبه ذلك شائبة حركة لا يصح أن نقول أب ب خطأ لأنه تشوبه حركة الفتحة أحيانا تشوبه الكسرة أحيانا تشوبه الضمة وكل ذلك لا يصح إنما يجب أن يبقى ساكنا أب أق وهكذا طبعا الحرف إما يخرج بالتصادم أو بالتباعد إما بالتصادم وإما بالتباعد هذا يعني أوحث آخر مقارنة بين الحرف الساكن والمقلقل والمتحرك في الصورة الأولى باء ساكن غير مقلقلة مدغمة تخرج بتصادم الشفتين ساكن غير مقلقلة يعني مثلا نقول من بعد من بعد الثانية باء ساكنة مقلقلة تخرج بتباعد الشفتين دون تباعد الفكين يعني فقط من الشفتين التباعد أب أب والباء المتحركة مفتوحة يعني صوتها عاد مراتب القلقلة القلقلة لها مراتب قلقلة كبرى وقلقلة صغرى مرتبتين القلقلة الكبرى هي عندما يكون الوقف على الحرف المقلقل يعني حرف مقلقل بآخر الكلمة تمام نقف عليه الفلاق الفلاق تلاحظ تلاحظ هذه تسمى قلقلة كبرى إذن الفرق بين القلقلة الكبرى والقلقلة الصغرى هو في الكبرى يكون في آخر الكلمة أما في الصغرى يكون في وسط الكلمة مثال الكبرى الفلاق محيط كسب بهيد بهيد أحد لا يصح أن نقول أحد أحد من دون قلقلة أحد لا حرف مقلقل نقول أحد أحد حق وتب الحج أشد وهكذا القلقلة الصغرى إذا كان الحرف المقلقل وسط الكلمة أو وسط الكلام يقضى يطعم يبصرون وتجعلون يدخلون كل هذه الحروف فيها قلقلة صغرى لينفقذوا لينفقذوا نلاحظ أنها جاءت في آخر الكلمة ولكن الكلام في حالة الدرج لذلك هي قلقلة صغرى متى تكون كبرى عندما نقف عليها فقط عندما نقف عليها لذلك قال الكبرى عند الوقف على الحرف المقلقل عند الوقف عليه أما كان في آخر الكلمة ولم نقف عليه فهي قلقلة صغرى ولا تشطط ولا تشطط وهدنا فانصب وإلى طبعا موصولة مع الآية التي بعدها يخرج من قد أفلاح وهكذا تنبيه إذا أدغم حرف من حروف القلقلة في مثله أو مجانسه فلا يقلقل إذ لو قلقل لنفك الإدغام يعني في حالة الإدغام إذا كان عندي حرف مقلقل مدغم فإنها تسقط القلقلة كقولنا حق قط حق قط هنا الحرف المشدد هو عبارة عن حرفان القاف عبارة عن حرفي قاف القاف الأولى ساكنة والثانية متحركة القاف الساكنة فيها قلقلة ولكن أدغمت مع القاف التي تليها فأصبحت حرفا واحدا مشددا فهنا بما أنه أدغم الله الله بما أنه أدغم فإنها تسقط قلقلة لأنه لو قلقلت لنفك الأدغام حق قط لا يصح أن نقول حق قط لا تصح إنما هي حرفا واحدا مشددا أطلع ربنا ثجاجا يردون يردون الطارق وهكذا كل حرف مشدد هو في الأصل فيه حرف مقلقل حرف ساكن مقلقل طبعا الحروف التي هي ضمن قط جدد وليكتب بينكم هذه أوضح وليكتب بينكم الباء التي في آخر كلمة يكتب هي ساكنة والباء التي في أول كلمة بينكم مشددة لذلك أصبحت حرفا واحدا مشددا وأسقطت أسقطت القلقلة وليكتب بينكم هذه يخطئ بها كثير من القراء فيقول وليكتب بينكم خطأ وليكتب بينكم هذه خطأ إنما يضغم الحرف بمثله أو بحرف يجانسه نقول وليكتب بينكم الله وليكتب بينكم وقد دخلوا أيضا الدال من حروف القلقلة وهنا قد حرف دال مساكنة والدال التي تليها دال مفتوحة أدغمتا فأصبحت حرفا واحدا مشددا وهذه الشدة على الدال الثانية هي علامة الإدغام وقد دخلوا لا يصح أن نقول وقد دخلوا خطأ نقول وقد دخلوا أحبت أحبت أيضا هذا إدغام بحرف يجانسه الطاء والتاء ليست حرف يماثله قلنا من حروف القلقلة إذا أدغم حرف القلقلة بحرف في مثله أو في حرف يجانسه مثل الطاء والتاء في حرف مثله مثل وليكتب بينكم حرفين با وقد دخلوا الحرفين دال بينما هنا حرفان متجانسان الطاء والتاء أحبت 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 باست فرطتم فرطت وهكذا تدغم تدغم الطاء بالتاء التنبيه الثاني عند الوقف على حرف قلقلة مشدد نقول حق حرف قلقلة مشدد حق عندما نقف عليه نقول حق وتب الحج أشد فإن القلقلة تكون للثاني منهما لأن الأول مدغم يخرج بالتصادم بين طرفي عضو النطق وعليه فلا أثر للتشديد على وضوح قلقلة المشدد فالقلقلة في الحج مثل القلقلة في بهيج إذن القلقلة للحرف الثاني حق هنا عندي حرفين الحرف الأول ساكن والحرف الثاني متحرك فيكون التشديد تكون القلقلة للحرف الثاني المد لأن الأول مدغم الأول مدغم فلا أثر للتشديد على وضوح قلقلة المشدد أخطاء تقع عند نطق أداء القلقلة بعض الأخطاء التي تقع أن يخلط صوتها بصوت حركة من الحركات الثلاث لقد كان لقد لقد كان هنا أكثر الناس تشرب القلقلة بحرف بحركة الكاف وهي الفتحة فنقول لقد لقد كان لقد كان لن نشربها بالفتحة تب 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 هنا تشرب بالضمة وهذا خطأ إبراهيم هنا تشرب بالكسرة وهذا خطأ ختم صوت ختم صوتها بهمزة أحد أحد لا نقول أحد أحد هذه الهمزة إخراجها خطأ إنما هو الصوت يكون بتباعد المخرج أحد أحد الصمد مط صوتها وتطويله عن حده أحد أحد لا نقول لا نطولها أحد لا يصح بتر صوت الحرف المقلقل عما بعده يقضى لا يصح نقول يقضى نبتر الصوت يعني القلقلة كأنها مبتورة أقصر من غيرها إنما تعطى حقها يقضى يبصرون يدخلون وهكذا هذه بالنسبة لصفة القلقلة وبقي عندنا صفة اللين والإنحراف نتكلم عن اللين ونقف إن شاء الله تعالى اللين هي صفة صفة أطلقت على الواوي والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما بسبب سهولة جريهما في المخرج إذن حرف اللين هي صفة خاصة بحرفين اللي هن الواوي بشرط أن تكون أن يكون هذين الحرفين ساكنين مفتوح ما قبلهما فنقول خوف قوم البيت قريش نلاحظ خوف وهو ساكن مفتوح ما قبلها قوم وهو ساكنة مفتوح ما قبلها البيت ياء ساكن مفتوح ما قبلها قريش ياء ساكن مفتوح ما قبلها هذا الحرف نسميه حرف لين حرف لين وهو الياء أو الواوي الساكنة المفتوح ما قبلها يوقع عندنا صفة الانحراف نتكلم عنه إن شاء الله في المحاضرة القادمة وسبحانا ربك رب العزة عما يسلفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر